السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا فيكم في مطبخ نادية. اليوم عمل لكم انا اه من دب هيك بالادمامة كتير لذيذ وكتير طيب. يعني هذا اختراعات يعني انا كل مرة اه كالعادة باني بقدم لكم اشي مميز وكله عن الاكل الصحي وان شاء الله بيعجبكم. وعمل لكم جنبها كمان اه خبز يعني عملته بنكونات بسيطة واخد تلات دقايق حتى انه يطلع فعلا لذيذ وطري وهلا بتشوفو وان شاء الله بيعجبكم وخلينا نروح على المطبخ ونعملو سوا. المكونات وهي عبارة عن ادمامة طحينة وهالي طحينة انا بعملها بالبيت فاعملها في فيديو. ان شاء الله بترك لكم انا الرابط تحت الفيديو. وليمون وتوم وهلا خلينا نبتدي نعملها سوا. اول اشي راح اجيب طنجرة وعندما تقرب تغلي راح احط عليها هاي المهارات اللي هي انيستار وكيومن سيد وكاردامون. ممكن انه انتو تحطوا طبعا اي من اللي انتو حابينها. وانا ضفت هنا الدمامة. يعني هي ما بتاخد تقريبا عشر دقايق الاثناشر دقيقة. وهاي الكمية اه اربعمية واربع وخمسين جرام. حبيت اقولكم لحتى تعرفوا اه قديش تحطوا طحينة بعدين والليمون والمي. يعني لحتى تعادلوا ازا حابين انه تعملوا كمية اقل تدقوها بالاول برجعلكم. وهلأ قلينا نفرجيكم ايش الخطوة التانية. اول اشي راح اعملوا بعد مستوات راح اصفي من المية. وبعدين بشيل الانيستار ممكن انه الكمون تخلو لانه هيعطيها طعم كتير لذيذ. وبعدين راح احطها في الخلاط. وبعدين راح ابتدي اضيف عليها انا الملح والطحينة. انا حطيت معلقتين كبار طحينة. والليمون. وزيت الزيتون. والتوم. واخر شي انا هذا اختياري راح اضيف انا الشطة الحرة لانه بتعطيها طعم كتير لذيذ. واللي ما بيقدر انه او ما بيحبها ما يضيفها. وبعدين ارتدي بالخلاط. هلأ هي بالاول راح تبقى شوية جامدة. راح بعدين نضيف عليها اه شوية من المي. في طريقة انا حب اقولكم عليها. انا راح اعملها على اساس القوام اللي هو الحمص. بس انه ممكن انه انتو تزيدوا شوية ليمون وشوية مية. وبعدين انه اه على اساس اضيفوا اه اه اتخلوها اه صاص. يعني ممكن انه تزير كمان انه صاص على السلطات او دب برجع لكم. انا حبرجيكم انا اللي هو القوام اللي انا حبيته يكون زي الحمص. وهذا هو القوام اللي انا بحبه يعني عامل زي الحمص. وانتوا لو تعرفوا قديش فوائد هذا الادمامة رهيب جدا ولذيذ. وهلأ خلينا نبتدي نعمل الخبز. هنعمل هلأ احنا الخبز وهو مكوناته بسيطة جدا. العكس يد يفضل انه انطحن طازة حتى ما يضيع الفوائد ولا يضيع اللي هو اه احنا الزيوت اللي فيها. وفي طحين اللوز وكريك يوغورت ملح وبطين. هتشوفوا قدي هيني دقيقتين وحطلع قلد بخبزة انتم ممكن انه تكلوها. اول اشي راح ابتدي انا اني اخلط المواد الزائلة. هحط البطين. وبعدين راح اضيب عليها الكريك يوغورت. هلا انا بفضل انه انا اخلطهم بالخلاط. هتاخد دقيقة بس. لحتى اتاكد انه صاروا تقريبا انه سائل ما يكون فيه كتل من اللبن الزبادي. وبعدين راح ابتدي اضيف المواد الجافة. طحين اللوز. فلاك سيد. تشيا سيد. بيكينج باودر. وملح الهيمالايا. هلا احنا ممكن انه نضيف اي بس انا حسيت انه فعلا هي لحالة هيك طعمها كتير لذيذ. وبس يعني انا هبتدي اني انا اخلطهم بالمعلقة. وانا عم اخلطهم حتشوفوا انه كيف ابتدت انه هي تجمد وتجمع. يعني لحتم تصير اللي هو ام القوام اللي احنا بدنا اياه. ما اخذت قديش يعني ديئتين لهلأ. باقي هلأ برجيكم الخطوة اللي بعدهم. وخلصت يعني هنا انا جبت هيك بايريكس على اساس انه هادة اللي هي صندوش واحد. هعطيكم انا الحجم تبعه. وبعدين دهانتو بالزيت الافوكارو حتى انه هي ما تلزم. وزي ما انتو شايفين الخليط يعني زي ما هو جامد شوية. كل راح اعملو راح احطو كله. وبعدين راح املس الوجه. راح ارشو بشوية سمسة ممكن ترشو كمان انتو حبة البركة اللي انتو حبينو. يعني هي خلصت وحطو بالمايكرويف لمدة ثلاث دقايق. يعني تتخيلوش قديش هذا السندويش رهيب ولذيذ. وهلأ برجيكم كيف بيكون جابلو. فولا هيو طلع انا من المايكرويف يعني زي ما تشايفينو. وبس يبرد شوية راح اعملكم اللذ فاندويش. وبعدين تقوه وتقولولي ايش رأيكم وتدعوو لي. وهي شوفوا برد وهلأ بدي اقسمو انا نصين. يعني حتشوفوا قديش انه هو طري. يعني ما راح تعرفوا الا لما تعملوه وتجربوه. يعني فعلا ذذيذ جدا وصحي يعني شوف فيه اللذ من هيك خبز. وكل اللي راح عامله راح استعمل انا الادمامة. الله الادمامة شو طيبة. وهنا راح افردها. وبعدين راح اضيف عليها شوية اخيار. وبنادورة. وافو كارو. يعني هيك احنا منكون عملنا سندويش كامل مكمل من فوائد الى الجسم محتاجها. وبعدين راح اضيف انا السبانخ. ورح احط من الجهة التانية. هاي هو السندويش. وهلأ خليني افرجيكم اخر الصحن. اول صحن. يعني هذا ام الادمامة هو بصراحة انا عملت في فيديو تاني كان ضيفي عليه البازيلا. لكن هاي المرة ما كانت عني بازيلا. فقلت اجربوا لحاله وطلع خطير. يعني انا بستعمله زي الحموص. يعني الواحد تغيير انه دايما انه يعمل اه وصفات حتى انه ما يمل. وممكن يستعمله كدب مع الكرافت. وممكن انه زي ما قلت لكم انه انتو اضيفوا شوية ليمون زي زيتون وشوية مي انه انتو تخلوه رخو على اساس يكون زي اه صاص على السلطة. اما الوصفة التانية هذا الخبز يعني خطير انا قدي اقولكم انه اكلته وحسنتي بشبع فضيع. يعني كل الفوائل اللي فيها بس شعري ان انا مطلوطة اني اكلت شي صحي وبنفس الوقت مشبع. واتمنى انه يعجبكم. وحطولي اراءكم لما تعملوا. وما تنسوا الايك ان سبسكرايب. وان شاء الله اراكم في فيديو اخر مع اكلة صحية تانية في مطبخ نادية. واستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.